بكل الفخر والعنفوان الشرطة العراقي يتأهل إلى نصف نهاي كأس الملك سلمان للأندي العربية مبارك لسفير العراق التوهج العربي الأروع الشرطة يحتم السد القطري في أبهى رباعيات القطارة تنهي طموحات ممتل قطر في منافسات العرب أداء متقن وسور رائعة نقلت الأخدر العراقي إلى المربع الذهبي تفوق للمدرب الشاب أحمد صلاح في إدارة المباراة وتوديف لاعبيه أمير صباح وأسور ستم وأحمد فرحان يكتبون حروف الانتصار أهداف مدهلة ونجاح كبير لأبناء القطارة مبارك لجماهير نادي الشرطة العراقي هذا الأداء التكتيكي المميز الذي أهلهم لنصف نهاي بطولة الأندية العربية بعد فوزهم الكبير على نادي السد القطري مبارك لممتل الكرة العراقية في هذه البطولة الشرطة العراقي تقبض على السد القطري يحق لجماهير الشرطة أن تفخر بهذا الفريق الذي عزفه موسيقى عربية خالدة تغى فيها صوت القطارة الخضرة البديعة وبذكريات نادي النجف الأشرف الشرطة العراقي يقصو على السد القطري أربع اثنين ويتأهل إلى نصف نهاي البطولة العربية نعم الشرطة يواصل كتابة التاريخ في السعودية أهداف عالمية وأداء رجولي وكسب احترام الجميع أحمد صلاح سنع فريق لا يقهر رغم الأرهاق والسفر ممتل الوطن غير سورة أنديتنا الشاحبة في المحافل القارية والخارجية الشرطة سيواجه في نصف النهاي الفائز من النصر السعودي أو الرجاء المغربي ورغم كل الظروف التي مرت بها العراق الشرطة يبدع ويمتع ويتأهل عن جدار واستحقاق لنصف نهاي البطولة العربية انسجام كبير بين اللاعبين لو لا لحدات التي مرت بها البلد بحجم العراق لشاهدناهم على هرم الكرة الأسوية فبتبات وبأداء مثالي الشرطة يواصل مشواره في كاس الملك سلمان للأندية العربية بتأهل صاروخي على حساب السد القطري بنتيجة أربعة اثنين أبراض لممثلنا في البطولة العربية وإن شاء الله يخطو بهذا الأداء نحو النهائي ومن ثم التفكير بعد ذلك باللغب العربي والمحلل الفني سفوان عبد الغني لم نقلل من قيمة اللاعب المحلي بل هو من يقلل من قيمته بسبب مستواه المتدب في الموسم هناك لاعبون محليون يستحقون التواجد مع المنتخب وحمد فرحان أقرب مثال نتيجة الأداء التابت الذي يقدمه مع الشرطة العراقي في البطولة العربية ولاعب نادي زوراء لؤي العاني انتقال زيدان اقبال إلى أترخيت خطوة ممتازة لللاعب كونه سيأخذ فرصته الكافية منشصر رونيتد يعرف اللاعب جيدا وفي حال تعلق من ممكن أن يعود لهم زيدان اقبال لعب مهاري مميز وسيكون له مستقبل كبير مع المنتخب العراقي وبيان من الاتحاد العراقي ينفي الاتحاد العراقي لكرة القدم الأنباء المتناقلة في عدد من وسائل الإعلام عن حدوث مشاجرة بين رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال وعدو الاتحاد رحيم لفتة ويؤكد الاتحاد العراقي إن هذه الأخبار عارية عن السحة وبعيدة عن الواقع وهي من نسج الخيال ويبين الاتحاد العراقي إن العلاقة الوثيقة والقوية التي تربض رئيس الاتحاد وبقية العداء ومنهم رحيم لفتة لا يمكن أن تهتس لمجارة نقل خبر لا يستند إلى الحقيقة إتئن العلاقة بينهما خوية وصادقة ومعيارها الاحترام المتبادل والمهنية في العمل ويدعو الاتحاد وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والابتعاد عن الأمور الجانبية لأن الاتحاد مقبل على عمل واسع وكبير يغضم مستقبل الكرة العراقية ومنها إطلاق دور المحترفين في الموسم المقبل ومشروع الحلم للفئات العمرية وتطوير المنتخبات الوطنية لتحقيق ما يصعد جمهورنا العراقي وهذا ينجز بالتعاون والتكاتف من جميع الأطراف ونأجم نادي الزوراء السابق ليت حسين لو تجيب غوارديلا أو مورينو للزوراء لا يحققون شيء بسبب اختيارات الإدارة للعبين جمهور نادي الزوراء هو الأكبر في المنطقة العربية حسب الاستفتاءات الرسمية ومدرب نوروس ولي كريم أحد لاعبي فريقي طلب مني زيادة براتبه بسبب نجاحه في عرضيتين فقط وهو لم يسدد إطلاقا على المرمى في السابق لم نكن نطالب بزيادة في الراتب رغم اجتهادنا وكانت الإدارات هي من تقيمنا نعم قد يكون الوداع المعيشي السعب حاليا لكن لا يمكن الارتقاء من دون تقديم التضحيات والاجتهاد إيمانو إيل مساعد من درب السد القطري في المؤتمر السحفي كنا متحكمين بالكرة في الشوط الأول وسجلوا من ركنية وبعد ذلك قلة التقاء لدى لاعبي نادست والشرطة استغل المساحات واستطاع ترجمة المرتدات للأهداف نعم الشرطة يبلغ نصف نهاي كاس الملك سلمان للأنديا بفوزهم على سد 4-2 في ربع النهاي فريق كبير يمتلك مهاجم رايع العراقي أسورستم لاعب الشرطة ضد السد القطري لعب 52 دقيقة سجل هدفين سنع هدف حسن على ضربة جزاء ساهم في كل الأهداف الأربعة للشرطة في ربع النهاي نعم الشرطة بالأربعة ما أروعة أسورستم يسجل هدفين في مرمى السد القطري ويقدم مباراة تاريخية كبيرة ويحسم تأهل نادي الشرطة إلى نصف نهاي الوطولة العربية ومضرب نادي الشرطة أحمد صلاح في المؤتمر السحفي مباراة صعبة أمام خصم تاكتيكي لكن اللاعبين طبقوا ما طلبتوا بكل دقة وأشكر الجميع تعلمت من مضاربين كبار ولدي القدرة على قراءة الخصم والواقع يفرد علينا احترام المنافس إذا وصلك الفيديو يرجع الاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد وشكرا لكم على المشاهد